اشتركوا في القناة خرق السناء الشيعي حزب الله وحركة أمل بكتير من الدوير وبوقت من حسمت بعد الترشيحات بأسماء ولوايح محددة هذه هي أبرز الشخصيات والقوى الحزبية والمدنية الشيعية المعارضة للحركة والحزب منبلش برئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد المعروف في معارضته للحركة والحزب ولكنه ما حقق أي خرق انتخابي بارز بالسابق واليوم شكل ليحة مستقلة بعنوان فينا نغير بدارة مرجعيون حصبية النبطية بنت جبال بعض الشخصيات من القوى اليسارية أي الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي وحركة اليسار الديمقراطي ولهيد القوى حضور فاعل بمناطق الجنوب والبقاء والضاحية الجنوبية قوى وشخصيات شيعية من المجتمع المدني مثل مجموعة طلعت ريحتكم بدنا نحاسب والجنوب يستطيع لبلش يبصر النور من حوالي الأربع سنين بهدف مواجهة ومحاربة السلطة السياسية الحالية وهي ناوية كوين لويح منافسة لتحالف الصناء الشيعي ببعض الدوائر رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسين اللي بيتمتع بحيثية شعبية لبقس فيها بالبقاء وممكن يستقطب بعض الأصوات الشيعية ضد الصناء الشيعي لأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبح التفايلي اللي شكل بانتخابات 2000 ليحة مسألة بدون ما تنجحها وفي إمكانية حالية لدعم بعض المرشحين أو اللوايح المعارضة للحركة والحزب بالإضافة لبعض الشخصيات الشيعية المحسوبة على تيار المستقبل والمدعوم منها وأيضا فيه شخصيات مستقلة بتعارض سياسة حزب الله وحركة أمل مثل النائب السابق باسم السبع الوزير السابق إبراهيم شمس الدين رياض الأسعد خليل الخليل الشيخ عباس الجوهري والدكتور حارس سليمان الوزير السابق محمد عبد الحميد بيدون ويوسف بيدون كل الأسماء والأحزاب والقوى اللي انذكرت عم تسعى لخارق لويح السناء الشيعي إما بالترشح أو بدعم ترشيحات اللوايح المنافسة مع العلم أنه بحسب مصادر مقربة من السناء الشيعي ففي محاولات ومساعي من بعض الدول لتدعم اللوايح المعارضة بوجه الحزب والحركة عبر تمويلهم وتخطيط كل النفقات اللازمية للمصارين الانتخابي والسياسي المقبل محمد زهوي تلفزيون نشرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر